السلام عليكم ورحمة الله شوانكم طلاب يا رب تكونون بصحة وعافية بعض الطالب يطلبون من عندي أنه أوضح لهم عملية Transcription والTranslation اللي شرحناها بالصف بالمحاضرة على الصبور إذا تذكرون بعض الطالب ما كانوا حاضرين فراح نعيد شوان عملية Transcription والTranslation ملاحظة الأولى وإحنا أخذناها وامتحنا به أنه بالDNA كل أدنين يساوي للثايمين يرتبط مع الثايمين وكل سايتوسين يرتبط مع القوانين أما كل ثايمين يرتبط مع أدنين وكل أدنين يرتبط مع ثايمين يرتبط مع القوانين زين هاي DNA عدنا هاي شريطي DNA كل ثايمين يرتبط مع أدنين وكل أدنين يرتبط مع ثايمين وثايمين مع الأدنين القوانين مع السايتوسين السايتوسين مع القوانين وهكذا زين من نجل دي نسوي ترانسكربشن استنساخ لهذا الشريط DNA شون حاستنسخه أنه كل أدنين حيرتبط ويا يوراسيل كل أدنين حيرتبط ويا يوراسيل زين آه هنا عندي ثايمين شون شساوي أربط ويا من ويا الأدنين زين إذا عندي أدنين أرجع لهاي قاعدة كل أدنين يرتبط ويا شنو يوراسيل إذن كل أدنين يرتبط معه يوراسيل سايتوسين مع قوانين قوانين مع سايتوسين أدنين أربط ويا من ويا اليوراسيل ثايمين شون هل سا شربطوا يا أدنين قوانين ساعتوسين صار عندي ترانسكريبشن هاي العملية هي عملية الترانسكريبشن الاستنساخ أجعل ترانسليشن أريد أترجم وأسوي حامض أميني فش راح يكون عندي كل يوراسيل حيرتبطوا يا من ويا أدنين إحنا من قلنا أدنين يا يوراسيل أو يوراسيل مع أدنين إذن كل يوراسيل إحنا راح أنسى بعد الثايمين كل يوراسيل حيرتبطوا يا من ويا أدنين يوراسيل مع الأدنين أدنين مع اليوراسيل يوراسيل مع أدنين قوانين مع ساعتوسين ساعتوسين مع قوانين يوراسيل مع أدنين أدنين مع اليوراسيل وساعتوسين مع قوانين صار عندي مجموعة من الأحماض الأميني ننتبه هنا بس أنه أنتوا بالسؤال حيجيكم إن شاء الله الشريط فقط واحد أنا هاي كتابة الشريطين عمود أوضح ثامنة الأدنين أنا أجيب لكم شريط واحد من الـ DNA وأقول لك سويلي عملية Translation أقول لك سويلي عملية Translation فأنت لازم تكتب الـ mRNA ترجمة وبعدين الـ mRNA الترجمة عفوا تستنسخها وبعدين سوي عملية Translation والترجم إذن السؤال حيكون أجيب لك هذا فقط هذا الشريط الجو وأنت سويلي طبعا مو إلا هاي القواعد يعني أبدت لها مثلا أسوي Gwanin, Satosin, Adenin يعني حسب القاعدة اللي أعمل جائبتها بعدين سويلي عملية الاستنسخ تكتبلي الـ mRNA وبعدين سويلي TRN و سويلي الترجمة إن شاء الله ربي تكونون فهمتوا هذا المثال شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر